بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض في الليسن ده هنتكلم مع بعض عن فكرة التواصل أونلاين واحد من ضمن الكومينيكيشن دي حاجة اسمها سينكروناس كومينيكيشن سينكروناس كومينيكيشن هو التواصل اللحظي أو التواصل اللي بيتم في نفس الوقت يعني مثلا أنا لو بكلمك في التليفون فده كده سينكروناس كومينيكيشن لو بعملك مثلا محضرة أونلاين إحنا اللي بيتكلم مع بعض أونلاين ده اسمه سينكروناس كومينيكيشن فيعني إيه سينكروناس كومينيكيشن؟ سينكروناس كومينيكيشن بيقول لي It is exchange of files هو تبادل المعلومات أو الملفات and information between people at same time في نفس الوقت through different digital tools باستخدام أدوات ديجتال and various types such as instant chat video TV live program and instant chat rooms مثلا زي برامج الشات فيديو زي برامج التلفزيون اللي انت تصل مثلا تكلم حد في التلفزيون طيب عشان ده يحصل Synchronous communication لازم يكون فيه أدوات لازم يكون فيه tools الأدوات دي زي الأدوات دي مثلا زي الفيديو شات واحدة من ضمن أدوات Synchronous communication هي الفيديو شات انك تعمل فيديو معايا شات Allow you to communicate directly with one or more people via computer من نتواصل مع بعض عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق الموبايل بأن احنا نتكلم شات مع بعض بس فيديو طب الأدوات اللي أنا محتاجها عشان أعمل الفيديو شات ده قال لي واحدة من ضمن الأدوات دي device with a camera اللي انت عاوز device بكاميرا and speakers and an application to access a video chatting program انت محتاج كاميرا ومحتاج سبيكر محتاج سماعة أو مايك ومحتاج كاميرا ومحتاج الأدوات دي عشان موبايل عموما أو كمبيوتر عشان تعمل ده برضو من Synchronous communication الإنستانت ميسجيز إن من أدوات التواصل المباشر هي الإنستانت ميسجينج أو التواصل السريع في لحظتها في المسجيات allow you to send messages using internet بيساعدك على إنك تبعت رسائل باستخدام الإنترنت ومسجيز may include text only or you can add images or video club يعني انت ممكن تستخدم الشات المسجيات الشات ده بيسمح لك إنك تبعت رسالة وممكن تبعت كمان صورة زي مثلا زي مثلا الإنستانت مسجيز ده زي الواتساب مثلا أنا بكلمك أعمل إيه زيك يا مستر وببعط لك مثلا الهومورك أو كده إيو أنت بترد علي ده كده Synchronous ده مباشر بيني وبينك طب إيه الأدوات اللي محتاجها محتاج أن أنت program محتاج برنامج يعمل ده downloading an instant messaging program on your computer or mobile application يعني على الكمبيوتر أو الapplication إيه أو على الموبايل أو على اللابتوب واحدة من ضمن أدوات Synchronous برضو communication من أدوات التواصل المباشر هي chat rooms chat rooms it's where a group of people communicate with each other في مجموعة بتتواصل مع بعضها and chat as a discussion group using video cameras and microphones ده chat room بقى حابنعمل شات بيننا وبين بعضنا كلنا ده محتاج كاميرا محتاج speaker محتاج application عشان نعمل ال room دي زي مثلا برنامج زوم برنامج زوم انت بتقعد ومعانا مجموعة كمان وبنتكلم فبرامج Synchronous Synchronous ده اللي هو التواصل اللحظي او التواصل اللي في وقتها في بقى Asynchronous Communication التواصل غير اللحظي يعني ايه يعني مش احنا الاتنين مش في نفس اللحظة بنرد على بعض مثلا زي ما ابعت لك رسالة على البريد مثلا انت ممكن تفتحها بعدها بساعة وترد علي بعدها وانا ارجع اشوف تاني فده اسمه Asynchronous Communication تواصل ايه Asynchronous فيقول لي ايه يقول لي ان It means sending files انك تبعت ملفات and information between two or more people without the necessity of their presence يعني مفيش حاجة انهم يكونوا موجودين at the same time through various مختلف يعني digital tools and resources such as sending email file or recorded educational program الasynchronous tools الادوات اللي هي محتاجة عشان تعمل تواصل بس مش مش في وقته ان انت مثلا تبعتي email عارفة email ده رسالة زي البريد كده يعني اكتب مثلا جواب لحد بس مش جواب بقى حقيقي بالورق لأ جواب على email ابعت له بقول له ازايك عامل ايه انا مثلا عاوز كذا 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 وده كده اسمه email دايما بيكون في برنامي جاسمه gmail وبرنامي جاسمه hotmail وبرنامي جاسم ياهو دي كلها بتبعت email ماشي يبقى email ده عبارة عن ايه it is a one of the oldest method ده حاجة قديمة اصلا oldest method of social communication which can send and receive electronic messages بتبعت رسائل الكترونية وبتستقبلها it is a way of communication used in government agencies and other ده دايما بيستخدم بين الشركات وبين الحكومات وكده it could sorry معلش it could be useful at educational process في العملية التعليمية for example you can discuss a study material with your friends طب ايه الادوات اللي انا محتاجها انا محتاج طبعا اه ام لازم اكون متوسط بالانترنت device connected to internet لازم يكون متوسط بالانترنت email via website لازم يكون عندك email الايميل ده بيكون زي عنوين كده انت مسلا اسمك احمد فمسلا يكون عندك احمد اعيد مسلا gmail.com مسلا واهدا من ضمن a synchronous communication tools برضو من الادوات اللي هي asynchronous اللي هي التواصل بس مش في نفس الوقت uploading file you can share your files في اي وقت انت عاوزه زي مسلا انا بقول لك الملزمة هتلاقيها في الوصف بتاع الفيديو او الملزمة هتلاقيها في اول تعليق ده تواصل بين يو بينك بس ما كانتش في نفس الوقت انا رفعتها وانت ممكن تكون حملتها بعد يومين بعد اسبوع فده عشان اعمله انا انا عشان اعمله التولس الادوات اللي انا محتاجة هي محتاج موبايل او كمبيوتر بس متوصل بانترنت اعرف 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 عن ملفات دي وبالتالي الدرس ده مهم جدا بيعرفني ان فيه ممكن يكون يعني ممكن يكون في نفس اللحظة وممكن يكون مش في نفس اللحظة اتمنى اكونوا فهمتوا الدرس ده وهو ممتع جدا ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاية باقي المنهج باتمنى لكم باذن الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي